اشتركوا في القناة احفظ لنا قيم داخلها المصفوفات او الاريز برضو تعتبر نوع من ونوع المتغيرات او خاصية فيها وفايدتها تعطي القدرة لمتغير واحد يحمل اكثر من قيمة مثال اذا عندنا مثلا سكورز للعبين اذا نبغى نحفظ لسكور لاعب واحد فنسوي مثلا متغير ونسميه سكور ونعطيه القيمة مثلا بكل بساطة صح طيب واذا كان عندنا اكثر من لاعب هل راح نستخدم نفس الطريقة اكثر من مرة يعني نسوي مثلا خمسين متغير او مئة متغير لا طبعا راح يكون مكلف للجهاز نفسه عشان يشغله وراح يبطئ اللعبة او البرنامج وعشان نخلي افضل راح نستخدم الاريز ويكون متغير واحد في كل هذا القيم طريقة كتابتها جدا بسيطة نفس العادية ولكن السحر في السكور براكتس واللي هي الاقواس المربعة طلعنا على خطأ لانه هذي قيمة واحدة ونحن نبغىها تكون كذا خلناها الاري طيب كيف نعطيها القيم عندنا طريقتين الاولى بكل بساطة نفتح الكيرلي براكتس ونكتب القيم اللي نبغاها نعبيها وبعدين السمي كولن ما حددنا حجمها كتبنا على طول القيم اللي داخلها الطريقة الثانية نكتب يساوي نيو النوع اللي كتبنا في هذه الحالة انتجر ونفتح السكور براكتس ونكتب كم رقم نبغى فنكتب اربعة مثلا كذا نحن عرفنا الانتجر هذا اربعة قيم داخله والاريز هذه تعتبر من الاشياء المهمة والاساسية فيها حجم الاري كم قيمة داخلها كم قيمة تستوعب او تستقبل وعشان نعطيها قيم داخل دالة الستارت نكتب سكورز ونفتح السكور براكتس ونكتب صفر يساوي مثلا خمسة هنا نكتب ترتيب المتغير والاريز يبدأ عدها من صفر فلو عندنا اربع متغيرات راح تبدأ من الصفر صفر واحد اثنين ثلاثة وعشان اعطيكم شرح موضح اكثر اعطيكم هذه الرسمة زي ما تشوفوا عندنا القيم محطوطة هنا والي هي الفاليو وبعدان عندنا ترتيبها او الاندكس والاندكس يبدأ من الصفر فلو مثلا قلنا سكورز زيرو يواجهها رقم اربعين فراح تكون القيمة اللي اخذناها هي اربعين هذه هي الاريي الاحدية وهذه كلنا لو بنحفظ السكورز حق اللاعبين لو عندنا اكثر من لاعب طيب لو مثلا عندنا اكثر من لاعب ونبغى نحفظ عدة سكورات لكل لاعب يعني مثلا لاعب الواحد يمكن يكون عنده ثلاثة او اربعة سكورات مختلفة وعندنا خمسة لعيبة والطريقة اللي نسوي فيها الاريي ثنائية الابعاد هي نوع الفاريبل وبعدان نفتح سكورر براكت وبعدان كوما نسميها سكورز تو دي يساوي نيو انتجر بعدان نكتب اول شيء كم لاعب نبغى مثلا خمسة لعبين وكل لاعب عنده اربعة سكورز وبكذا سونا ثنائية الابعاد وعشان نسوي مثال بسيط راح ننقصها خليها ثلاثة باثنين ثلاثة لعبين وكل لاعب عنده سكورين مختلفة ونقدر نعطيها القيم هنا على طول نفتح الarning هتطسب اللاعب الأول نعطيه خمسين چسعة و وشرين كابي بيست كذا صار عندنا اللاعب الأول عنده سكورين مختلفة لاعب الثاني سكورين مختلفة ولاعب الثالث سكورين مختلفة وعشان نوضح لكم أكثر الـ 2D Arrays أريكم هذه الرسمة مرة ثانية نرجع لها بس لـ 2D زي ما تشوفوا صار نفس الشيء أول كان عندنا عمود واحد وزي حين تغيرت لعدة أعمدة كل صف يمثل لاعب وكل عمود يمثل فمثلا لو قلنا Scores 3 و 2 تشوفهم يتقاطعوا عند الـ 12 معناها اللي نبغى 12 وبكل بساطة هذا الفرق ما بين الـ Ray العادية والـ Ray ثانية الأبعاد وبكذا انتهنا من الدرس اليوم أتمنى أنه أفادكم وإذا كان عندكم أي سؤال أو سفسار أو اقتراح يكتبوا في الـ Comments تحت وإذا لم تكن مشتركين في القناة لا تنزوا الاشتراك عشان توصلكم دروس عن تطوير الألعاب زي هذه أو البوال كما معكم عمر بالفاقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته